مجلس الوزراء مجلس الوزراء وعلى أربعة أسابيع واعتبرها المجلس خطوة تعكس الالتزام المجتمعي ووعي أفراده وإدراكهم لحجم المسؤولية الوطنية والمجتمعية معرباً المجلس عن تطلعه نحو المزيد من الالتزام والوعي إلى أن يتم القضاء على الفيروس بمشيئة الله مثنياً المجلس ضمن ذات السياق على الجهود الكبيرة التي اطلعت بها الكوادر الطبية والفرق المساندة لها من بذل وعطاء انطلاقاً من واقع المسؤولية الوطنية وبمناسبة يوم الأمم المتحدة فقد أشهد مجلس الوزراء بدور الأمم المتحدة في تعزيز السلام وتكريس الأمن الدوليين ومبادراتها وجهودها في مجال التلمية وخدمة البشرية ومؤكداً المجلس حرص مملكة البحرين على دعم الجهود النبيلة للأمم المتحدة والتعاون مع وكالاتها وهيئاتها في تحقيق أهدافها الإنسانية وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي نظر المجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولاً أشهد مجلس الوزراء بحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة أيده الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين وتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي بينهما في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وصولاً إلى التكامل الاستراتيجي بين البلدين في كافة المجالات وافق مجلس الوزراء على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني والموقع بين البلدين في الثامن والعشرين من يوليو 2019 لرفع مستوى التمثيل فيه ليكون برئاسة وليي عهد البلدين وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الخارجية ثانياً أقر مجلس الوزراء عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية والتعاون بين وزارتي الخارجية والمالية في البلدين بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي والخدمات الجوية والزراعة ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد كما اطلع المجلس على مضمون المباحثات التي جرت مع الوبد الأمريكي والإسرائيلي والذي زار البلاد أمس لبحث مجالات التعاون المشترك بين البحرين وأمريكا وإسرائيل من خلال مذكرة سعادة وزير الخارجية وفي هذا الصدد رحب مجلس الوزراء بما تم توقيعه من اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين انطلاقا من رؤية مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدأ يدغل الله للسلام كخيار استراتيجي لدفع عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتكريس التسامح والتعايش والانفتاح على الأديان والثقافات لتأسيس علاقات أوسع لصالح دول المنطقة وشعوبها تعزيزا للجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ثالثا وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية رابعا وفق مجلس الوزراء على تقريرين مملكة البحرين المرفوعين إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بشأن التدابير التي اتخذتها المملكة إعمالا لأحكام ومتطلبات انضمامها إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل التقرير الأول بخصوص تنفيذ مملكة البحرين لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والتقرير الثاني بشأن تنفيذ المملكة لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغنالهم والذان عرضهما سعادة وزير الخارجية خامسا استعرض مجلس الوزراء المنجزات التي حققها بنك الأسرة على مدى عشر سنوات منذ تأسيسه في 2010 والبرامج التي يمولها لتمكين الأسر محدودة الدخل اقتصاديا ومنها برنامج خطوة للمشروعات المنزلية وبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حيث تمكن بنك الأسرة من زيادة حجم الأسر المستفيدة من 344 أسرة إلى 6000 أسرة خلال عشر سنوات بمبالغ تجاوزت 13 مليون دينار وتحويل 47 أسرة منتجة إلى أصحاب مشاريع استثمارية وارتفاع مبيعات الحاصلين على رخصة المنزل المنتج والبالغ عددهم 864 أسرة من 134 ألف دينار إلى 395 ألف دينار وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سادسا أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية مذكرة معالي وزير النفط بشأن تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليجي لصناعة البترو كمويات وذلك في ضوء التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج لصناعة البترو كموية سابعا وفق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن الخدمات الإسكانية في المحافظة الجنوبية نظرا لتحقق أهدافه من خلال مجموعة المبادرات الجديدة التي تدرسها الحكومة لتلبية الطلبات الإسكانية الموجودة وتقليص فترات الانتظار والتي سيتم الإعلان عنها بعد اكتمال تلك الدراسة وتقدير الميزانية المطلوبة لها ثامنا وفق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بمديونيات قصة بأسلوق المركزي وتصحيح أوضاعهم وذلك لتحققه من خلال قرار مجلس الوزراء في شهر يونيو الماضي والذي كلف بموجبه وزارة الأشغال وجؤون البلديات والتخطيط العمراني بتمديد فترات سداد متأخرات إيجار الفرشات المستحقة عليهم للوزارة على أقصات بحد أقصى خمس سنوات وفق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بدوام المراكز الصحية في شهر رمضان وكلف المجلس وزارة الصحة بدراسته في ظل آلية التسيير الذاتي للمراكز الصحية في بند التقارير الوزرية أخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماع العشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تقرير سعادة وزر التربية والتعليم ترجمة نانسي قنقر